تكرار رؤية الطليقة في المنام المطلقة من الأحلام التي قد طرها المرأة بعد الانفصال والطلاق وطار الرب في معرفة التفسير المناسب لها ولا شك أن الطلاق يترك تأثيره السلبي في نفس المطلقة لا سيما إن شعرت بعد الطلاق بالندم والشوق إلى بيتها السابق المرأة المطلقة إذا رأت في المنام زوجها السابق وطليقة فقد يشير الحلم إلى شوق المرأة إلى حياتها الزوجية السابق وحينها لبيتها وعائلتها التي افتقدتها بعد الطلاق والانفصال المرأة المطلقة إذا رأت في المنام أنها تتحدث مع طليقها وتعاتبه على بعض أفعاله فالحلم قد يشير إلى محبة المرأة لزوجها السابق على الرغم من الانفصال المرأة المطلقة إذا رأت في المنام طليقها السابق وهو ساكد لا يتكلم فقد يشير الحلم إلى الاستقرار النفسي وهدوء الحال الذي تمر به المطلقة في هذه الفترة رؤية المطلقة في المنام لأخت طليقها قد يشير إلى تفكيرها في زوجها السابق ورغبتها في العودة إليه وقد يشير الحلم إلى التغييرات الجيدة في حياة المرأة للأفضل رؤية المتزوجة لطليقها السابق في المنام قد يكون من الأحلام الشيطانية ووساوس لإفساد حياة المرأة بعد الزواج وإذا رأت أنها تعود إلى طليقها مرة أخرى فقد يشير الحلم إلى وجود المشاكل مع الزوج الحالي رؤية المطلقة في المنام لأهل زوجها السابق في بيتها قد يشير إلى التواصل الأهل معها فإذا كانوا يصافحون المرأة في الحلم فهو يدل على التواصل للاتفاق وصلح بين الزوجين السابقين رؤية المطلقة في المنام أنها وزوجها على سرير واحد قد يشير إلى مشاعر لمحبة ولود التي لا تزال في قلب المطلقة اتجاه زوجها السابق تهاية حلقة اليوم إلا عجباتكم ما تنسوا اشتروا جيموت بارتاج والحلقة مع أصحابكم للقاء في حلقة جديدة إن شاء الله